اخواتنا وحبيبنا في الهل لسه موجود أسر في السودان ولا يعني العدد اللي جيبه ممكن يكون أكتر من هناك ولا العكس لا هو في ناس لسه فضلين هناك وفي ناس يعني كتير يعني نضع نقول أكتر من النص ما لهير ساب البلد في ناس عاملوا هجرة داخلية يعني راحوا بلاد غير الخرطوم في بلاد أأمن أكثر أمان ما فاش حية وفي ناس طبعا اللي عارف يجي مصر وطبعا لكن الغاربية جاءت مصر عدد كبير يعني طب اللي هما جون مصر أحوالهم إيه وإزاي بيتم ترتيب الإقامة يعني مكان بسرعة كل حاجة بتيجي بسرعة وأكيد اللي معاه فلوس للاحي يجيبها اللي معاه مدخرات اللي معاه حاجة أكيد اللي جاي يعني جاي في حال مش حلو يعني طبعا الناس اللي جات فيه ناس جات بالهدوم اللي كان لابساها طبعا وضع سيء جدا هو طبعا فيه فيه ناس لها أرايب مثلا نزل عندهم فيه ناس عنده مثلا قدرة مالية يجيب مع إرشيني أجر شقة لكن لإمتى يعني الشهر الدول اللي جاي طب اللي بعده فيه مشاكل فيه مشاكل سكن فيه مشاكل تكدس الأسر يعني تلاقي مثلا 16 شخص في شقة طبعا دي لها ضرار اجتماعية بعدين طبعا فيه مثلا الناس المرضى يعني النهاردة كل الناس اللي فيه الخمسين تقريبا يعني عنه يا سكر يا ضغط يا ضاهر يا فكمية المرضى كتير احنا دخلنا في موضوع العلاج ده بالصورة وبشكر طبعا أشكر الناس اللي دخلت ناس كتير سعادتنا الحياة كتير يعني هيئات بره وجوه وهنا وسقفية الخامات اللي عبر الدور يعني لا يعني لا يستهمي سقفية الخدمات أول حاجة سيدنا البابا أول ما بعتنا له رسالة كان هو مسافر إيطاليا بعد يومين فعلى طول رد ألنا كلفت أبونا ده بالدمعي وعندين أبونا ده بالدمعي التصنبية وتصد بينا هو الحياة وعمل اجتماع للشعب وعمل اجتماع للأبائي الكهنة اللي كانوا ساعتها خمسة ستة كهنة وابتدأ تنظيم عمل يعني إزاي نحل المشاكل يعني فيه مسألة العلاج ومسألة احنا عندنا الكشفاء يعني المرضى المتابعة المرضى وعندنا مشكلة كبيرة في السكن وعندنا الشهادات الناس فقط الشهادات يعني فيه ده أطباء وصيادلة ومهندسين ومحامين شهادات مش موجودة يشتغل إزاي مثلا دي مشكلة عندنا مثلا البطليركية ساهمت في الشهادات الكنسية يعني معمولية شهادة زواج لأنه فيه ناس أصولهم مصرية فبشهاد الجواز ممكن يطلع بطاقة مصرية ده تبع حياته أسهل ده أسهل شوي يعني في عدن الأبونا السريوس رابعنا عوضه البطليركية شغل يعني على طول أي كاهن يروح مع الشخص أبونا بيعتمد للشهادة ولو عنده الشهادة على الموبايل بس مصورها بيعتمدها له فدي كانت خدمة كبيرة لكن هو العمل كبير لكن لازم يعني أنا أذكر الناس دي يعني خدمة خدمة كبيرة فيه ناس هيئاتهم مش عاوز أذكر أسماء عشان ما نساش حد لكن فيه خدمات كتيرة بس العدد أكتر العدد كبير يعني إحنا عملنا نظام مع إحدى الكنايس تعمل لنا علاج يعني المجانو إحنا نسقنا معهم وعلى أساس الناس حتدفع الفلوس دي لقين إقبال غير عادي على العلاج فصعب يعني لدرجة وقفنا العلاج موقعا لحد ما نشوفها نعمليه يعني نظم عملية العلاج لأن واحد مثلا مشتكي من أسنانه وظهروا مع بعض يعني فبتلين نعمليه فالشغل كتير المشاكل كتير عندك العلقين في المعابر دي أكبر مشكلة لسه في العلقين في المعابر أكتر من عشر أطمانشر ألف لحد النهار دا سمعنا أخبار أنه حتتحل لكن عندناش مصدر موسوق ما فيش معلومة أكيدة ترجمة نانسي قنقر